موسيقى حكومة توافقها لمشروع قانون بشأن التقنيل أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها موسيقى مصر ترحل توصل الاتفاق ترسل الحروض الوحية بين لبنان وإسرائيل وعون يؤكد أن الاتفاق سينتج لبنان من الهاوية موسيقى موسيقى إلى تفاصيل الأحداث وجه سيد الرئيس عبدالتاح السلسي لقامة شبكة طرق متكاملة لربط مساحات المشروع القومي كفان الانتاج الزراعي مستقبل مصر مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافية وذلك الاستيعاب حركة الترمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدنب الجديدة لذلك خلال الاجتماع الذي عقده هو السيد الرئيس عبدالتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين المعنيين لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع اجتمع السيد الرئيس عبدالتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية موجها سيادته بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتة الجديدة ونظرا لحجم الأراضي الشاسعة المستصلحة وما يستدبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية والعمرانية من الرقعة البغرافية الكلية للجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي ألمينيا وبنسويف وكذا مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المؤتمر الاقتصادي سيمثل منصة لتبالي وجهات النظر بين الحكومة والخبراء للسيارات خالد الطريق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وخلال اجتماع الاسبوعي للحكومة أشار مدبولي إلى إجراء لقاءات مع المستثمرين في عدة قطاعات بحضور الوزراء المعنيين للاستماع إلى المقتلحات التي تدعم خطط الدولة نحو النهوض بالاقتصاد لمواجهة عمليات التواطئ في التعاقدات الحكومية ولخلق مناخ استثماري تنافسي جيد شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفي اجتماعه الاسبوعي وفق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها والذي أجاز تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون كما وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بحيث يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استراد سيارات ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أن يتم استرداد المبلغ الذي تم تحويله بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وشهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض جانب من الاستعدادات التي تتم العقد المؤتمر الاقتصادي المقرر في الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري بالموافقة على مشروع قانون لتقنية الأوضاع الخاصة ببعض مخالفات البناء والتصالح عليها وآخر لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج اختتمت الحكومة اجتماعها الاسبوعي من مقر مجلس الوزراء ايماني توني التلفزيون المصري أكد المستشار الدكتور خنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن المرأة تمثلت ركنا أساسيا للتقدم والازدهار البشري وطرفا فاعلا في بناء الحضارات الإنسانية وفي كلمته خلال الجلسة النقاشية حوض المساواة بين الرجل والمرأة في إطار أعمال الجمعية رقم 145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في رواندا أشار رئيس مجلس النواب أن القيادة السياسية المصرية حققت تمكينا حقيقيا للمرأة وفي تجشينها الحالي للجمهورية الجديدة أبت الدولة المصرية إلا أن تحقق تمكينا حقيقيا للمرأة المصرية يستند إلى ظهير دستوري وتشريعي قوي بالتوازي مع إجراءات ملموسة على أرض الواقع وذلك في ضوء إيمان القيادة السياسية المصرية بضرورة استغلال وشحن هم بالمرأة المصرية بما تمتلكه من جينات حضارية وفي هذا الإطار انعكس حرص الدولة المصرية على انخراط المرأة في كافة مؤسسات الدولة وتوليها الوظائف العامة بلا تميز بينها وبين الرجل على جميع الأصعضة استقبل فضيئة الأم الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزار الشريف ووزير الصحة الباكستانية السيد عبدالقادر باتيل للاطلاع على مستجدات أزمة الفيضانات في باكستان واستعرض وزير الصحة الباكستانية بعد الأزمة التي تسببت فيها الفيضانات والسيول التي أودت بحياة الألاف من الباكستانيين وجرفت الأراضي الزراعية وأدت إلى نزوح العائلات الباكستانية وأكد الوزير الباكستاني أن بلاده توجه ظروف استثنائية وطارئة من جانبه أعرب شيخ الأزهر عن خارس عزائه لعائلات الضحايا والحكومة والشعب الباكستاني في ضحايا السيول والفيضانات مؤكدا تضامن علماء الأزهر وطلابه مع باكستان في مصابها الجلل والأليم نظم الأزهر الشريف بالتعاون مع قوات المسلحة ندوة تثقفية بعنوان ميلاد النصر بحضور نخبة من علماء وقيادات الأزهر والقوات المسلحة تأتي الندوة احتفالا بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبذكرى انتصالة أكتوبر المجيدة وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة كما تأتي في ضوء البرغامج التنسيقي بين الأزهر وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري من أجل توعية المجتمع المدني بالجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات وما حققته القوات المسلحة من استرداد للكرامة العربية خلال حرب أكتوبر المجيدة نظم قطاع الحماية المدنية المجتمعية احتفالية لنزلاء مراكز للإصلاح والتأهيل وأسرهم بمناسبة للمولد النبوي الشريف بحضور عدد من علماء الأزهر تأتي الاحتفالية في إطار حرص وزارة الداخلية على أحياء المناسبة الدينية والوطنية داخل تلك المراكز كأحدى أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة لإصلاح المسارات الفكرية والسلوكية للنزلاء أعلن وزير الحق والعمر بملك عوية السعودية دكتور توفيق ابن فوزان الربيع إرغاء الشروط والقيود الصحية والإجرائية كافة للمؤتمرين المصريين جاء ذلك كدر مؤتمر صحفي بالمقر استفارة السعودية بالقاهرة بحضور السفير خادم الحرامين الشريفين للقاهرة عسان بن أحمد نقلي وعدد من مسؤول وزارة الحق والعمر متواصلون مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع شكري يؤكدوا الأهمية الكبيرة التي توليها مصر الإنجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ صندوق النقض الدولي يتوقع تحقيق مصر واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا لعام ٢٠٢٢ رحبت مصر بالتوصل على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وفي بيان لوزارة الخارجية عربت مصر عن تطلوعها لأن يسهم الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي وترسيخ المزيد من أطر ومجالات التعاون في منطقة المتوسط كما جددت الخارجية التأكيد على دعم مصر الكامل لاستقرار والسيادة لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيقة أكد الرئيس اللبناني مشير عون أن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل سيمكن لبنان من استخراج النفط والغاز معتبرا أن الاتفاق سينتشر لبنان من الهاوية التي سقط فيها نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم للسنوات كما أعلن الرئيس اللبناني بدء إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا الأسبوع المقبل في ظل تحصل الأوضاع نسبيا في عدد من المناطق هناك وقال عون إن عودة اللاجئين السوريين ستتم على دفعات مشيرا إلى وجود نحو مليون لاجئ سوري في لبنان أشهد وزير الخارجية سامح شكري بمستوى التعاون بين مصر وسكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وذلك خلال لقائه الرئيس المعين للدولة السابع والعشرين وطلع أطرف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 والسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سايمون ستيل وأوضح الشكر خلال اللقاء الأهمية الكبيرة التي تليها الدولة المصرية لنجاح المؤتمر سواء على المستوى التنظيمي أو الشق الموضوعي بهدف الوصول إلى النتائج المنشودة وتلبية طموحات جميع المشاركين فيما يتعلق بقضايا المناخ ذات الأولوية وخاصة التكيف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته وتوفير التمويل ومعالجة خسائر وأضرار تغير المناخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صوتت الجماعية العامة للأوام المتحدة بأغلبية صاحقة على إدالة بم روسيا غير القانوني لأجزاء من أوكرانيا بعد أن استخدمت موسكو حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار ممثل في مجلس الأمن الدولي وصوتت 43 دولة من الدول الأعضاء بالجماعية العامة لصالح القرار الذي أكد على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولية بينما عارضته خمس دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت على الأنب آخر قال الرئيس الروسي بدمي بوتين أن الهجوم على خطي أنبيب نوردستريم بين روسيا وأوروبا هو بمثابة إرهاب دولي وسابقة خطيرة تهدد البنية التحتية للطاقة بالعالم معتدلا أن الهجوم التخريبي يهدف إلى تقويد الاستقرار السياسي في أوروبا ويصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بحسب قوله نتابعا في أولير الدفاع لنا على تصرحات الرئيس الروسي أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لالتزام بدعم الاحتياجات العسكرية الأوكرانية على المدى الطويل وأضاف أوستن أن حلفاء واشنطن يقفون صفا واحدا في مواجهة التهديدات الروسية في المقابل أعلنت الاستخبارات الروسية تحتجاز ثمانية بينهم خمسة روس للاشتباه في مشاركتهم في تفجير جسر القرم السبت الماضي وقالت الاستخبارات الروسية أن الهجوم من تدبير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وأشارت إلى أنه تم إخفاء المتفجرات في لفائف تغليف بلاستيكية أرسلت في أغسطس من ميناء أوديسا الأوكراني ثم عبرت بلغاريا وجورجيا وأرمينيا قبل دخولها إلى روسيا في تلك الأثناء أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن قواتها استعادت خمسة بلدات من القوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية وتقود القوات الأوكرانية هجوما مضادا منذ عدة أسابيع في هذه المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية حيث حققت مكاسب كبيرة على الأرض ودمرت عدة جسور بهدف قطع الإمدادات اللوجستية عن القوات الروسية تسارع الأحداث على المشهد في أوكرانيا دعا الأمينة العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبيرغ إلى تأكيد أن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي يعد أولوية مطلقة وتبحث الدول الأعضاء في النيتو خلال اجتماعهم في بروكسل تزويد أوكرانيا بنظم دفاعية أكثر تطورا وشدد ستولتنبيرغ على ضرورة تقديم الدعم العسكري لكييف مؤكدا أن أي هجوم متعمد على البنية التحتية لدول الحلف سيواجه برد حازم وموحد من جانبه أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنكوف أن بلاده تلقت أولى نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا صندوق النقد الدولي يعلن أن اقتصاد مصر يواصل تحقيق معدلات نمو مؤتفعة ومؤشرات تواصل التحسن لأعوان قادمة وأسعار النفط العالمية تعود بعض الخسائر وسط مخاوف العرض كل هذا والمزيد من الأخبار الاقتصادية في سياق هذا التقرير نبدأ تقريرنا الاقتصادي من إصدار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بمواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا لعام 2022 ليسجل 6.6% مشيرا في الوقت باته إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022-2023 مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023 أكد وزير المالية محمد معيط أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعافي الأخضر رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية وأوضح معيط على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن الدولة المصرية تستهدف مزيدا من الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء بما فيها الهايدروجين الأخضر عالميا عوضت العقود الآجلة للنفط بعض خسائرها بعد هبوطها 2% في الجلسة السابقة إذ دعمتها المخاوف المتعلقة بالعرض نتيجة قرار مجموعة أوبك بلاس خفض الإنتاج وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برينت بنحو 0.02% إلى 94 دولارا و27 سنة للبرميل وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تاكسيط الأمريكي بنحو 0.02% لتصل إلى 89 دولارا و14 سنة للبرميل وارتفعت أسعار الذهب العالمية بدعم من تراجع طفيف في الدولار في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى نشر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي للتحدي الأمريكي لشهر سبتمبر وكذلك بيانات التضخم بحثا عن مؤشرات حول مصاري رفع أسعار الفائدة وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.02% بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.6% الدخول في المجال الزراعة الذكية التي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة مثل نظم الدكاء الاصطناعي أصبح سمة العصرة وتعمل السلطات في مصر حاليا على تنفيذ خطة لتطوير محاصل زراعية قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ ولتوائم مع شحيمها زرعت هنا ابتكار مصري يتيح للمستهلك فرصة شراء الخضروات الطازجة من مكان زراعتها وذلك عبر ثلاجة الزراعة المائية التي تزرع بداخلها الخضروات بنظام الزراعة المائية دون تربة وتعتمد على تقنيات الزراعة الذكية الزراعة اللي بتحصل هنا اسمها الزراعة المائية أو الزراعة بدون تربة فنحن لا نستخدمش أي تربة جوه التلاجة دي كل حاجة بتهم جوه المائية فالتسميد نفسه أو التعزية اللي بيحتاجها النبات موجودة جوه المائية فدورة مغلقة معنى المائية تضحط في تنكاتة وتمس وتضحط بالدخ المائية الفوق وبتنزل المائية تغازي كل الأطباء دي اللي فيها النباتات بيجي العميل بيستخد حاجة فاعتمانه وبعدها بيجي تستبدل بنبات جوه زراعة صديقة للبيئة تزرع الخضروات داخل الثلاجة بنظام الزراعة المائية تعتمد على استهلاك مياه أقل بنسبة 90% مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية ويقلل من نسبة الطعام المهدر كما أنها تساعد في تقليل انبعاثات الكربون لعدم الحاجة إلى نقل المحاصيل نوفر في قمط النقل أو تكاليف النقل النقل نحن بنزرع في المكان قدام المستهلك على طول كمان المستهلك بيستهلك بياخد الخصائق أو المنتج فرش ما فيهش تغليف ما فيهش باكيجين ما فيهش أي استخدام لحاجات بلاستيك أو مواد درها لا هو بياخدها فرش كده ويقدر يحتفظ بيها تكمل كمان أسبوع أو عشر تيام أي شيء يستهلكها فرش جوه المنزل تقنية زراعة حديثة لدمج التكنولوجيا في الزراعة تأتي ضمن ارتزام مصر بمواجهة التغير المناخي والتوجه نحو الزراعة المستدامة والآن جاء موادنا مع جولة الكاميرا ترجمة نانسي قنقر وهكذا الطبيعة تستمد تصنيفها من صفة الحياة لا تدوم على حال ففي أحيان تصفو وأخرى تكشر عن أنيابها وتدهر عنها وجها آخر في شكل ارتفاع في ضربات الحرارة وعواصف تلجية ونرصد نحن في أحدث 24 ساعة بعضا منها نتابع مع حضراتكم أعلنت السلطات في فنزويلا ارتفاع حصيلة القتل جراء الانهيارات الطونية الناجمة عن هطول الأمطار الوزيرة على مدار الأيام القليلة الماضية على مناطق شمال البلاد إلى 100 شخص وإصابة العديد بإصابات بالغة تم تدمير المئات من المنازل وعدد من المنشآت المهمة وأدت الفائضانات إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار إلى 6 أمطار وجرف السيارات والأشجار تم إجلاء المئات من المتضررين إلى مراكز إيواء مؤقتة لتلقي الرعاية اللازمة لهم لقي أكثر من 13 شخصا مصرعهم معتبار العديد في عداد المفقودين إثر تعرض جواتيمالا للعاصفة الاستوائية جوليا كسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين من المواطنين تم نزوح أكثر من 1300 شخص إلى أماكن أكثر أمنة وحثت السلطات المواطنين المقيمين بالقرب من الأنهار بضرورة الانتقال إلى أماكن مرتفعة في هندورس لقي أكثر من خمسة أشخاص مصرعهم بعد أن جرفتهم مياه الفوضانات من جراء تعرض البلاد للعاصفة جوليا المصحوبة برياح عاتية بلغت قوتها أكثر من 45 كم في الساعة فيما لا يزال العديد في عداد المفقودين وتم إجلاء الألاف إلى مناطق أكثر أمنة أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ إثرى تعرض شمال البلاد لموجة من الفيضانات المدمرة والتي أدت إلى تدمير العديد من المنازل وجرف السيارات تم إغلاق الطرق السريعة خوفا من وقوع حوادث مرورية يتوقع خبراء أهية الأرصال الجوية أن تكون حالة التقص اليوم الخميس معتدئة النهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وأن يكون الجو مائلا للحرارة على جنوب سيناء حرارة على جنوب الصعيد التي في أول الليل مالبودة في آخرها على إنحاء كافة وفيما يلي بيانهم بدلات الحرارة متوقعة اليوم الخميس إن شاء الله على محافظات مدن جمهورية مصر العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر